كاميرا اللي بداع في المصر كانت موجودة في عرض المصرحية بعيدة عنك وقابلنا الفنان أمجد الحجار واللي فاز بجائزة التمثيل الأولى في المهرجان القومي للمصرح قال لنا إنه بيجسد شخصية هاني اللي بيعاني من مشاكل نفسية تعالوا نشوف قال لنا إيه عن شخصية دي أنا عامل في المصرحية دور هاني ده جور عنده مشاكل نفسية يعني بيحاول يتصنط على المشكلة اللي حصلة ما بين الزوجين فما بيسمعش فعلشان يقرب فبينط من البلكونة ويحاول يسمعهم بعد كده بقى بيتعرض بقى المشاكل جواه كتير يعني ما بنبقاش عارفين لمدة 3-4 العرض هو مين ده بالزبط الناس بتفتكروا حرامي في الأول وفيه ناس بتفتكروا المأزون اللي جاي يطلقهم وناس بتفتكروا المحامي فهي شخصية كده غريبة شوية يعني بالفعل فيه تجارب مسرحية كتير جدا تحترم وفيها كوميديا وفكاهة وفي نفس الوقت فيها هدف واضح يعني أعتقد التسويق بس يعني التسويق لأن الناس برضو فكرتها عن المسرح عموما الجمهور يعني العام فكرته عن المسرح يا إما المسرح التجاري الخاص وده بيبقى تذكرته غالية وفي أماكن معينة يا إما المسرح اللي كانوا بيشوفوه زماني أما مسرح مصر بيتفرجوا عليها التلفزيون بس فيه تجارب مسرحية كتير جدا متاحة للناس كلها أنها تتفرج عليها وتحترم جدا يعني والله هو هاني طول الوقت بيتدعي أنه هو حد تاني غير شخصيته الحقيقية بس هو عنده مشكلة حقيقية أنه هو بيعاني من الوحدة جدا وده بيحصل فيه اعتراف كده بيحصل في نص العرض بيبقى جد تقريبا الحاجة الوحيدة الجد في الدور يعني أنا المونولوج ده بحبه جدا يعني هو بيتقال مرتين بيتقال في الأول بشكل عادي وفي الآخر بيتقال بشكل صادق شوية يعني بيبقى مؤثر فيه أنا شخصيني